اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بفضل العلاقات الاخوية الوثيقة التي تجمع بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه واخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت المملكة وجمهورية مصر زيارات قائدي البلدين مرات عدة حيث حل كل منهما طيفا كريما في بلده الثاني محرين لا تنسى مساهمات مصر إلى اليوم من قديم وإلى اليوم في مشاركتنا البناء والنهضة والاستغرار وما وجدنا من اخواننا وشرقاننا المصريين إلا كل خير يعملون بصمت ويعملون بكفاءة وبنفس كريمة وهذا الأخلاق الحقيقة المطلوبة فهذه البحرين حبوا أخوانهم المصريين كثير ويتواصلون معاهم دائما وهذا الشيء الذي يسعدنا العلاقة المتينة بين مملكة البحرين ومصر الشقيقة سجلت فصلا جديدا يضاف إلى فصول العلاقات المتجذرة عبر التاريخ في شتى المناحي السياسية والاقتصادية والتاريخية والثقافية إذ تؤكد زيارات جالية الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمصر ولقاءاته مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا وقف البحرين قلبا وقالبا مع مصر وقيادتها وشعبها الشغير وهي ذات المواقف التي يبادلها فخامة الرئيس المصري على الدوام إنما يجمع قيادتي البلدين الشقيقين من مشتركات عدة أصبحت المحركة لهذه العلاقة الأخوية فإيمان قائدي البلدين بأهمية هذه العلاقة والاهتمام بها جعل منها تسير في الاتجاه الذي يصب له القائدان وشعب البلدين فأرض البحرين رحبت بفخامة الرئيس المصري وأرض مصر تزينت بحضور جلالة الملك المفدى للتأكيد على أن العلاقات البحرينية المصرية تتجاوز الحبر على الورق فهي علاقة أخوة ومصير واحد وعلاقة قوة عربية بقوة عربية تجسدها الأفعال على أرض الواقع 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 تجسدها الأفعال على أرض الواقع